هذا أيها الأصدقاء هو التفكيك بالمطرقة هذا ما يصطلح عليه كان يصطلح عليه التفكيك بالكسر لكن الاسم الأنسب هو المطرقة لأن الكسر يعني تدميره نهائيا ما الغرض من الفيديو؟ فالغرض هو إرشادك إلى شيء أو بعد الأشياء المهمة إذن التفكيك بالمطرقة هو عملية يقام بها لأجل تفكيك الموبايلات هذه التي سوف إما للبيع وإما لإستخلاص المعدن النفيس منها على نطاق واسع خصوصا لماذا تستمع هذه العملية؟ عندما تكون كمية المطلوبة من البردات كمية كبيرة وغالبا ما تكون متوجهة إلى المعمل وإعادة تدوير الهواتف عملية التفكيك بالتكسير هي عملية مسرعة للغاية هذا لم يأخذ هنا للعامل الذي يقوم به أكثر من ساعتين وبالتالي إنتاج سريع وكميات تكون وخيرة في وقت الوجز إذن التفكيك هذا يسمى التفكيك الهواتف بالمطرقة هو إما للبيع وإما للإستخلاص الكبير وعند المعالجة في المعمل الهوات هذه ليست طريقة منصوح بها بالمرة نسميه نقول نحن مثلا كيفيسي يعني البراغي التفكيك بالبراغي يعني قطعة قطعة هذا هو للهوات لأن عندما يكون العمل كهواية من المستحسن بل من الأفضل بكثير تفكيكه قطعة قطعة حتى تكون اللوحات سليمة جدا كما أرأيتكم في تعبئة تلك اللوحات التي أرأيتكم معدبئة وأيضا لتستفيد من كل قطعة التفكيك بالمطرقة دائما ما يترك هنا بعض الآثار غالبا هناك كثير من الآثار التي تبقى هنا هنا أيضا هي آثار من القطعة المطلية بالذهب التفكيك بالمطرقة هنا أيضا هذا الناتج من نفايات الهواتف لديه طريقة تستعمل له طريقتان لاستخلاص ما تبقى منه من المعدن وهي إما أن يحال على قسم لكي يتم نزع منها القطع بسرعة المتبقية وإما هناك طريقة أخرى أسرع لكنها تتطلب إمكانية هائلة ضخمة وهي أن يكون هناك فرن قوي يتم حرق كل هذه وجعلها تتلاشى بالنار ويعني تتبخر هذا البلاستيك كله يتبخر وبالتالي تبقى تلك القطع المذهبة على شكل حوبيت صغيرة متجمعة في أسفل الأتون منها ما يكون ذهبا ينفصل للنفس ومنها ما يبقى كذلك نحاسا مخلوطا مع الذهب وبالتالي يتم أخذ تلك العينات وتصفيتها من جديد ولهذا هناك أيضا يقوم العامل بجمع حتى التراب الذي يتساقط من هذه الهواتف في مكان الهواتف حتى التراب يقوم بجمع لأن كل شيء هنا يرمى في ذلك هناك الفرن القوي الذي فيه نار قوية لأن هذا سيتطلب وقتا لكن عندما يرمى في نار ويترك جالبا فإن الحرارة القوية هي التي تقوم بالعمل يتبخر كل شيء ولا تبقى هناك إلا حبيبات قليلة كما قلت إما من ذهب خالص أو ذهب مخلوط إذن هذا التفكيك تفكيك المحترفين أو لنقول التفكيك الذي يتطلب سرعة كبيرة بينما الهوات من الأحسن بل من الأفضل أن تفكيك بالطريقة المعروفة قطعة قطعة لأن هناك تعلم وأيضا استخلاص شكرا أيها الأصدقاء إلى اللقاء